كهرباء يا ابن اللعيبة ايه اللي حصل دي لحظة نزوله لكن كهرباء كانت اثيرت عليه بعض الدوشة الطويلة جدا منذ لحظة ما تقال انه كهرباء اه انتقل للنادي البرتغالي وانه كهرباء عنده عرض بالنادي الالي وكهرباء هيروح فين وكهرباء هيجي منين وكان مثار جدا طويل سلى الناس الفترة اللي فاتت بس كمان كان واضح فيها ان احنا مش فاهمين حاجة في اللوايح نشوف عادي كهرباء هو وفي عيد ملاده هو لابس احمر يعني وكان قبل كده فرنسا لابس احمر تفضل السلام عايز معلومة ولا وجهة نظر لا عايز معلومة ووجهة نظر المعلومة كهرباء وقع على النادي الاهلي بالفعل وكهرباء هياخد فلوسه على قسطين اتفق معهم على كل التفاصيل 30 مليون و30 مليون طبعا ولكن لما الصورة انتشرت والخبر انتشر البعض تراجع ليه لان لو ايح فيها بتقول لا يحق القهرباء الانضمام او الانتقال لنادي الاهلي الا بعد حسم قضية الزمالك مع الولادة الفيفا مع النادي البرتغال كم جد؟ طبعا وما لما يدرش يلعب للنادي الاهلي لما يحضروا الحكم زي كلبالي زي كلبالي زي عصام الحضري الحضري موحشي للريح اللي ما تدفع الفلوس اللي ما تدفع انت الفلوس فمش هيلعب لا للاهلي ولا لطلع الجيش ولا الغزل المحلة الا لما القضية يتم الحكم فيها واذا كان في عقوبات ماليه وقف يتطبق وبعد يروح زي ما ممكن اقولك حاجة بس بزعلش مني صد انت راجل اكبر مني سنة بس مش بكتير مش بكتير يعني يا ابن اللعيبة والله انا عايز اقوله استاذ صبحي يا ابن اللعيبة زي ما بيقوله في الكورة ليه بقى ليه بقى لان كل الناس قالت خلاص كهرباء في يناير في النادي الاهلي مش فاهمين مش فاهمين لوائح الاتحاد الدولي بتقول ان اللاعب اللي انتقل من ناديه ببطاقة مؤقتة لنادي اخر مش مفتوح لان يستطيع اللعب في نادي ثالث الا ما يتم حسم القصة وتوقيع العقوبة وتنفذها ودفع الفلوس سواء بقى قرب على حق مش على حق ليه بقى طلعته مش فاهمين لا هو هو قاله عايز اقولك كذا ليه بقى احسن احنا في اللواح شوف طالما نذكر الامثلة نقول لهم لا مش داله حصل ده هو لما من غير ما يقرى لواح الاتحاد الدولي لو رجع للمثال اللي ضربه بموقف الكابتن عصام الحضري حيكتشف ان كابتن عصام الحضري اتنقل بالبطاقة المؤقتة الى النادي الاسماعيلي ثم الى النادي زمالك وبعضين لما وقعت العقوبة نفذت وهو موجود وكل بالي كاس مختلف خالص نفس الشيء بالنسبة لكابتن شيكابالا اللاعب ولما توقعت العقوبة نفذت لما كان فيه شكوى من نادي باوك فيه كل بالي في حكم صدر لا ولاعب ببطاقة مقاطر يا ساذب رهيب الاتحاد دولي عارف بيعطلش اللاعب بيقول لك اللاعب ده افرد انه طلع برائب انا عطلته ليه ها يبقى اللاعب بيلعب ببطاقة مقاطر لكن عندما يصدر الحكم ما يقدرش يتحرك اللي زنفذه ايوه وده اللي حصل مع كله بالي فتكنت بتدي الأمثلة اه انت لو اتهدت شوية هتكتشف ان لا مش ده اللي حصل اه الناس دي لعبة اللي لقولها مكان ما فيه ناس ما ممكن تعمل كده ما تلاقيش مكان انما راحوا لعبوا بطاقات مؤقتة وبعد كده اتنفذت العقوبات ساعة ما يصدر الحكم لا يمكن ينزل ملعب الا بعد تنفيذ الحكم هنا ويكون الحكم ايه انتهى مش فيه مراحل من الاستئناب اه فمعليش يعني بنوضح دي لان هي مختلفة تماما عن قصة اه 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 انا بس كبان اهميني في السياق ده ايه الجمل الصحفيين اللي حاولينهم كل التحية والتقدير التصدي للأمور بالفاتي في اللوايح غلط لان انا عشان اتكلم اقول لوايح الاتحاد الدولي بتنص مدام بقى هنص وهتكلم اطلع عن النص كذا اتكلم بنص لانه في الاول وفي الاخر الصحفي مصدقيته محسوبة عليه انا هتكلم لوايح بقى عندي الحد الادنى من العلم بيها يعني الحد علشان ما افتيش تشريعيا في حاجة مش موجودة الكلام اللي تقال منصوبا الى لوايح الاتحاد دولي ده مش موجود الرقم اللي تقال قيمة للصفقة كمان مش موجود قال له ده اه كهرباء خلاص مضى في الاهل وهياخد ستين مليون تلاتين في اول سنة وثلاتين القصة التانية واشانا قلت كده ستين مليون اولا بس عايز اقول حاجة في موضوع كابتن كهرباء اه كابتن كهرباء لم يستقر ويحصم امر انتقاله من كل الاطراف الا من شهر من شهر اه اه كان فيه كلام كتير جدا كان فيه ناس بتقول وناس بتوصل رسائد وناس بترد على بعضها لكن لم يستقر ويبقى فيه ضوء اخدر لاتمام الصفقة من كل الاطراف ونما بقول كل الاطراف اعنيها الا الشهر اللي فاته فكل الاجتهاد اللي فاته دي ما كان نهاش الا انها ايه نوع من كلام رايح وجاي لا وجهات النظر والاحساس يعني انت بتشوف المشهد كده بيوحيلك بحاجة انما القرار النهائي هو من شهر اه انه خلاص لقى اوكي اه النقطة التانية الكابتن كهربا اه طبعا كان عايز ارقام كبيرة لكن عندما دخلنا في الجد قابلة قابلة ان يكون زي اعلى فئة زي اعلى فئة بالظبط تطلع بقى ستين مليون تطلع تلاتين مليون تطلع خمسة مليون هو زي اعلى فئة باذن الله اه اللي انا عايز اكد عليه تاني اللي بشتري الاهل يا استاذ ابراهيم الاهل بشتريه طبعا طبعا وجزء كبير جدا من اللعيبة اللي جات الكابتن حسين الشحات الكابتن رمضان صبحي الكابتن كهربا كابتن اه 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 اي حاد من اللجنة ما بتستخسرشي ان تنفق على لعيب شريك اللي بشتريك هو ده افشة افشة طبعا لا ده اشترانا قوي واخد بالك ورعبنا بكرمك ربنا بكرمك لكن هي الشوشارة اللي بتحصل على الصفقة خطورتها في ايه انها بتعلي سقف التوقع عند الناس من كتر ما تكلموا عايزين بقى ان ينزل بوم انفجر كسر الدنيا اه ونبتدي بقى هو ده ابو كذا هو ده ابو كذا هو ده اللي عملنا عليه الدوشة لا خلاص بقى نمشي عادي ونمشي هادي بقى لعيب مميز ضمن لعيبة مميزة وبإذن الله يفيدنا ونستفيد منه